ما أمتع هذه الجلسة؟ عشية يوم السبت جلست السيدة خديجة على أريكتها الوثيرة أحنت رأسها وبدأت تتذكر أيامها الماطية ساهية مفكرة وهي تتصفح حافظة من حافظات صور العائلة وبعض رسائلها البريدية التي تنتشي بقراءتها من حين لآخر كان ثغرها يفطر عن ابتسامة رقيقة بين الفينة والأخرى وهي تسترجع دكريات أيام ولت دون أن تفطن السيدة خديجة بمرور الوقت غلبها نوم خفيف وما إن استسلمت لأحلامها حتى باغتها ضجيج يعلو من جميع الغرف خرج أمين من غرفته يصيح غيضا وهو محمر الوجه كنت أتسلى وأنا أمارس لعبة الإلكترونية المفضلة مع منافس ألماني وآخر برازيلي حتى إن قطعت إشارة الأنترنت ألا يمكن أن أهنأ بحصة الأسبوعية من اللعب على الحاسوب تلته أخته يا سمين من غرفة أخرى وهي مكسورة الخاطر يا للحط العاتر كم كنت أستمتع وأنا أتعلم العزف على البيانو عبر الشبكة العنكبوتية ألا نتصل بمندوب الصيانة خرج الأب بدوره بوجه عبوس من مكتبه وراح يغمغم يا لسوء الطالع كنت على وشك تسديد إحدى الفواتير عبر موقع على الأنترنت في تلك الآوينة سارعت الأخت الصغرى سلمة إلى عناق أمها في حين عاد الجميع أدراجهم وهم يمنون أنفسهم برؤية الإشارات الخضراء مرت الدقائق متتاقلة كأنها ساعات وهم قابعون في غرفهم حتى سئموا من الانتظار استلطفت الأم صغيرتها سلمة وبدأت تكلمها بنبرات تفيد بشرا وحبور وعندما علت أصواتهما بالحديث والضحك خرج أمين وياسمين من غرفتيهما وهما يتوقان إلى مشاركة أمهما وأختهما مواقفهما الطريفة وسرعان من سجم معهما فارتسمت سيمات الارتياح وأمارات الانشراح على صفحات وجههم قالت ياسمين وهي تضحك حتى دمعت عينها ما أمتع هذه الجلسة؟ كم أتمنى أن تتكرر كل يوم قال أمين فعلا فالانشغال بالانترنت نهاية الأسبوع يفوت فرصة الاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة وفي هذا الجو الحميمي قاطعهم صوت الأبي من مكتبه ها هي الإشارات الخضراء تعود من جديد أتمم لعبكم يا أولاد قبل نهاية الساعة المخصصة لكم ولكنه عجب لما سمع أمينا يقول كفاني لعبا يا أبي يرقني أن أدردش قليلا مع أمي وأنا أقلم صور الحافظة أضافت ياسمين لا داعي لإتمام حصة البيانو يا أبي إنني أتلاها بمشاهدة البطاقات الباردية مع أختي سلمة تهلل وجه الأم فرحا لما سمعت وقالت ذكرتموني بالزمن الجميل يا أطفال عبق رسائل الماضي يحضر هذا اليوم حين فتحت صندوق رسائلي ما أجمله وكأنه صندوق مجوهرات لا تقدر بتمن كم كنا ننتظر بشوق ساعي البريد ليطرق أبوابنا يحمل لنا رسالة من صديق أو قريب وكم كنا نسعد باستقباله حتى إننا حفظنا وقت مروره في حينا وكم كنا نصر ونحن نجمع تلك الطوابع البريدية الملصقة على أضراف الرسائل أقبل الأب وانغمس في حديثهم الشيق قائلا سبق لي أن حضرت صدفة معرضا خارج البلاد وانبهرت بكل ما عرض فيها من طوابع بريدية نادرة منذ ذلك الوقت صرت من هوات جمع الطوابع عن طريق مراسلة الأصدقاء في الكثير من الدول ما رأيكم يا أطفال؟ إذ انضممنا إلى أحد المواقع الإلكترونية التي تتيح التواصل مع هوات تجميع الطوابع حول العالم ما أمتع هذه الجلسة؟ عشية يوم السبت جلست السيدة خديجة على أريكتها الوثيرة أحنت رأسها وبدأت تتذكر أيامها الماطية ساهية مفكرة وهي تتصفح حافظة من حافظات صور العائلة وبعض رسائلها البريدية التي تنتشي بقراءتها من حين لآخر كان ثغرها يفطر عن ابتسامة رقيقة بين الفينة والأخرى وهي تسترجع ذكريات أيام ولت دون أن تفطن السيدة خديجة بمرور الوقت غلبها نوم خفيف وما إن استسلمت لأحلامها حتى باغتها ضجج يعلو من جميع الغرف خرج أمين من غرفته يصيح أيضا وهو محمر الوجه كنت أتسلى وأنا أمارس لعبة الإلكترونية المفضلة مع منافس ألماني وآخر برازيلي حتى إن قطعت إشارة الأنترنت ألا يمكن أن أهنأ بحصة الأسبوعية من اللعب على الحاسوب تلته أخته ياسمين من غرفة أخرى وهي مكسورة الخاطر يا للحط العاتر كم كنت أستمتع وأنا أتعلم العزف على البيانو عبر الشبكة العنكبوتية ألا نتصل بمندوب الصيانة خرج الأب بدوره بوجه عبوس من مكتبه وراح يغمغم يا لسوء الطالع كنت على وشك تسديد إحدى الفواتير عبر موقع على الأنترنت في تلك الآوينة سارعت الأخت الصغرى سلمة إلى عناق أمها في حين عاد الجميع أدراجهم وهم يمنون أنفسهم برؤية الإشارات الخضرى مرت الدقائق متتاقلة كأنها ساعات وهم قابعون في غرفهم حتى سئموا من الانتظار استلطفت الأم صغيرتها سلمة وبدأت تكلمها بنبرات تفيد بشرا وحبور وعندما علت أصواتهما بالحديث والضحك خرج أمين وياسمين من غرفتيهما وهما يتوقان إلى مشاركة أمهما وأختهما مواقفهما الطريفة وسرعان من سجم معهما فارتسمت سيمات الارتياح وأمارات الانشراح على صفحات وجههم قالت ياسمين وهي تضحك حتى دمعت عينها ما أمتع هذه الجلسة؟ كم أتمنى أن تتكرر كل يوم؟ قال أمين فعلا فالانشغال بالانترنت نهاية الأسبوع يفوت فرصة الاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة وفي هذا الجو الحميمي قاطعهم صوت الأبي من مكتبه ها هي الإشارات الخضراء تعود من جديد أتمم لعبكم يا أولاد قبل نهاية الساعة المخصصة لكم ولكنه عجب لما سمع أمينا يقول كفاني لعبا يا أبي يرقني أن أدردش قليلا مع أمي وأنا أقلم صور الحافظة أضافت ياسمين لا داعي لإتمام حصة البيانو يا أبي إنني أتلاها بمشاهدة البطاقات الباردية مع أختي سلمة تهلل وجه الأم فرحا لما سمعت وقالت ذكرتموني بالزمن الجميل يا أطفال عبق رسائل الماضي يحضر هذا اليوم حين فتحت صندوق رسائلي ما أجمله وكأنه صندوق مجوهرات لا تقدر بتمن كم كنا ننتظر بشوق ساعي البريد ليطرق أبوابنا يحمل لنا رسالة من صديق أو قريب وكم كنا نسعد باستقباله حتى إننا حفظنا وقت مروره في حينا وكم كنا نصر ونحن نجمع تلك الطوابع البريدية الملصقة على أضراف الرسائل أقبل الأب وانغمس في حديثهم الشيق قائلا سبق لي أن حضرت صدفة معرضا خارج البلاد وانبهرت بكل ما عرض فيها من طوابع بريدية نادرة منذ ذلك الوقت صرت من هواة جمع الطوابع عن طريق مراسلة الأصدقاء في الكثير من الدول ما رأيكم يا أطفال؟ إذ انضممنا إلى أحد المواقع الإلكترونية التي تتيح التواصل مع هواة تجميع الطوابع حول العالم